جدل كبير أثاره فيلم الملاك الفيلم الذي تكلف نحو 12 مليون دولار يعد إنتاجا أمريكيا إسرائيليا يحكي الفيلم قصة الجسوس المصري أشرك مروان الذي كان سكرتير الرئيس المصري الراحل أنور السادات وزوج نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعتمد الفيلم على رص رواية الملاك الجسوس الذي أنقب إسرائيل الرواية كتبها أوريبار جوزيف الضابط الاحتياطي بالجيش الإسرائيلي ويعتمد الفيلم رواية إسرائيل عن دور مروان كجسوس أبلغ إسرائيل في توقيت هجمات يوم السادس من أكتوبر عام 1973 فيلم الملاك أعاد إثارة التساؤلات مرة أخرى هل عمل أشرف مروان لصالح مصر أم لصالح إسرائيل الرواية المصرية تستند على كتاب حرب يوم الغفران لإليز عيرا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية خلال حرب أكتوبر الذي قال فيه إن إسرائيل وقعت ضحية عميل مزدوج سبب إخفاقا كبيرا للموساد وكان سببا في الفشل بالتنبؤ بموعد حرب أكتوبر كما أكد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قائد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر أن مروان كان وطنيا مخلصا ولم يكن جاسوسا لأي جهة على الإطلاق ولم يبلغ إسرائيل بموعد الحرب وبعد حرب أكتوبر قام الرئيس الراحل أنور السادات بتكريم مروان وجاء في حيثيات تكريمه أنه قدم لمصر في الحرب خدمات جليلة والدي وطني هكذا كانت كلمات جمال نجلي أشرف مروان جنازة مروان اعتبرت دليلا إضافيا على وقميته حيث قيمت له جنازة كبيرة بالقاهرة عند وفاته في عام 2007 حضرها عدد كبير من رجال الدولة المصري أما الرواية الإسرائيلية فتستند على تصريحات الجنرال أهارون فركاش وهو المدير السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي وصف مروان بأنه كان قطعة من الذهب لصالح إسرائيل أما العميد المتقاعد أهارون ليفران الضابط السابق بالمخابرات الإسرائيلية فأشار إلى أن مروان كان فروة له الأمر لم يتوقف على الجانب الإسرائيلي فوكيل جهاز المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد أكد عمل مروان لصالح إسرائيل أشار مروان ابتدأ يدومه يوم خمسة أكتوبر الساعة ده لما طلب مدير الموساد يقابله في لندن وابتدأ يدومه خطة وابتدأ الموساد قال لهم مصر والسوريا ستخش معركة باقي يوم ستة أكتوبر مع إسرائيل وهجوم على إسرائيل يوم ستة أكتوبر الكاتب المصري محمد حسن هيكل كان من المقربين للرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك ولذلك أدل بدلوه في كتابه مبارك وزمانه هيكل أشار إلى أن مروان أبلغ إسرائيل بأن الهجوم سيتم في السادسة مساء بينما كان الهجوم الحقيقي عند الثانية ظهرا مروان لم يقصد تضليل إسرائيل لأنه كان يعلم أن مصر أرادت فعلا بدء الضربة في السادسة مساء أما سوريا فكانت تريد البدء في السادسة صباحا لكن حدث خلاف بين الجانبين وفي عام 2007 تم الإعلان عن موت أشرف مروان في العاصمة البريطانية لندن مات مروان بعد السقوط من شرفة منزله في الطابق الخامس وأثير على جثته خارج المسكن ورغم مرور السنين لم يتحدد المسؤول عن الواقعة البعض يقول إن الأمر كان اغتيالاً حيث شهد في بيته شخصان ملثمان فعاه للأسفل بينما أكدت بريطانيا في تحقيقتها إنه كان انتحاراً بسبب تناوله لمواد مخدرة مضادة للاكتهاب لمن كان يعمل مروان لا نتيجة محسومة لأي من الطرفين إنه كان يستطيع تحقيقية لتحقيقات في الوقت وكذلك كان هو جنس وكذلك ما أصدره مفيداً موسيقى 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 موسيقى